شكرا سيد أحمد سعيد بتوجدي معكم مجدداً في هذا الاجتماع صراحة من فترة الاجتماع السابق كان هناك عدد من الأمور التقنية التي قمنا بتطويرها على مستوى المنصة فاسمحوا لي في دقائق معدودات أن أشاطر معكم الصفحة المخصصة للمنصة فهناك تجدون على الشاشة الآن صفحة الرئيسية التي تتضمن آخر الإضافات من ناحية الملفات التي تم وضعها على المنصة عندما تكون هناك أي برمجة لفعاليات تعقد عن بعد يتم وضع الرابط المخصص لها يعني ضمن تولك ميشنز وبالنسبة لفعاليات المبرمجة مثلاً بالنسبة للشمال يوم فهو يظهر في الأقام من إفنت على أساس أنه مبرمج اليوم وبالنسبة مثلاً الويبنار تم تحديد أنه إن شاء الله بعد سبعة أيام بالنسبة للوثائق وبتعون مشكوراً مع البروفيسور سامويل تم وضع العدد من الموارد سوف يتم إتاحتها إن شاء الله لجميع أعضاء الفريق العمل من ناحية الموارد المرتبطة بالكوديكس كل الوثائق التي لها علاقة بالأكسبرت بروبس وفيما يهمنا اليوم الجانب الذي يخص الاجتماعات والتوتيقها من ناحية كل الموارد سواء كانت تشجيل الفيديو لفعاليات الاجتماعات بالإضافة لكل العروض والوثائق التي تمت مناقشتها خلال هذه الفعاليات بالنسبة للتشجيل أعتقد توصلتم عبر البريد الإلكتروني برابط للطلاع وتحميل تشجيل الفيديو الخاص بالاجتماع السابق وإن شاء الله بمجرد انتهاء من اجتماعنا اليوم سوف يتم موافتكم برابط تشجيل للوقوف أو الرجوع لعدد من النقط التي تمت مناقشتها بالنسبة للجزئية التي ذكرها البروفيسور سامويل سابقا فيما يخص الوثائق ذات العلاقة بالمبادرة والتي موجودة حاليا على الموقع الجي فورس فقد تمت إضافة يعني إذا نقلتم على الجانب الأيصر هناك أرب كوديكس نيتورك وهي نفس الصفحة الموجودة على الموقع الفرق أنكم لا تحتاجون لمغادرة المنصة ويمكنكم الاطلاع عليها سواء هي أو مستقبلا أي موارد خارجية أو مواقع ذات علاقة دون الحاجة لمغادرة المنصة يعني تبقى هي المظلة التي من خلالها يتم تواصل وتبادل المعلومات والآن اسمحوا لي أن أعرض عليكم الوثائق التي تم وضعها اليوم رهن إشارتكم ولكن مع اختلاف بسيط اسمحوا لي في ثواني الآن أن أشاطر معكم المحتوى الخاص بهذه الوثائق ولكن الآن من خلال الجوال فما تشاهدونه الآن يعني هو مباشرة من خلال الهاتف فهناك تطبيق المخصص للمنصة والتي سيتم موافتكم برابط تحميله وهو يعمل على جميع الأنظمة المعتمدة يعني من ناحية أندرويد أيويس يعني بالنسبة لأجهزة آيفون وحتى الطابلت على الآيباد والتي يمكن من الوصول لجميع الموارد التي عرضت عليكم يعني من خلال المتصفحين من خلال البروزر فمثلا بالنسبة للاجتماعات مثلا اجتماعات مجموعة العمل مثلا بالنسبة للعام 2022 مثلا توطيق للاجتماع السابق هناك الوثائق يعني تجدونها أمامكم وهي التي تمت مشاطراتها عبر البريد الإلكتروني التسجيل تسجيل فعالية الاجتماع الأول وأيضا يعني في حالة الحاجة للترويج للاجتماعات التي يقوم بها فريق عملكم يعني هناك سكرينشوت تجميعي يقوم دائما يكون موجود رهن إشارتكم حتى أيضا للترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للاجتماع اليوم يعني ولحد الساعة هناك عدد من الوثائق وهي كما أشار لها سيد أحمد يعني متاحة وموجودة على المنصة يعني نموذج مثلا بالنسبة للجدول الأعمال اليوم يعني يمكنكم الاطلاع عليه ويمكن مشاطرته تحميله وكذلك الشأن بالنسبة لأي وثيقة يعني تحبون أو تودون الرجوع إليها بسهولة يمكن إضافتها للمفضلة كما يمكن طمعت الحال تحويلها لأي نمط يعني فرضا الوثيقة موجودة على نمط تودون تحويلها لنمط كي يتم مشاطرتها دون الحاجة يعني مشاطرة الملف في الأصل أختم يعني بالصفحة المخصصة لكل الموارد يعني اللي نعتبرها ملتي ميديا يعني من ناحية تشجيل وصور وصور عقوان فهي أيضا يعني مدونة فمثلا بالنسبة لجدماعينا اليوم يعني هناك سكرينشوت مؤقت إلى حين إن شاء الله فتح كاميراتكم جميعا وأخذ ثورة جماعية وأشكركم على المتابعة اشتركوا في القناة